لا يوجد مسؤول تعرض للكره مثل أحمد أيحيا بين الجزائريين لا يوجد من استفز الشعب الجزائري مثل أحمد أيحيا وكان أحمد أيحيا يظن أن الشعب الجزائري لا يمكن أن يتحرك بل أنه في جلساته الخاصة كان يقول لهم بالحرف الواحد هذا الشعب ويقول كلمة مهينة وأنا أترفع عن ذكرها لا يمكن أن يرفع رأسه أبدا وأذكر أنني قلت لهم يوما في أحد القنوات الفضائية وكررتها عدة مرات فاستمعوا ماذا؟ والجزائري عنيد على كل حال عنيد النقطة فقط قبل في مجزرة 548 طلع جنيرال فرنسي بعدما قتلوا 45 ألف جزائري قال لهم بعد هذه المجزرة لن يستطيع أن يتحرك الشعب الجزائري على الأقل مئة سنة من الخوف من 48 بعدما ست سنوات اندلعت ثورة التحرير يعني أرعبوهم بمجزرة وقال لك يا استماما لذلك من يراهن على أن الجزائريين سيخيفهم الدم أو يرعبهم فهو واهن ونوجه رسالة إلى أو يحيا لقال بالحراك هذا هو عبارة عن ريح في شبك ونقول له يا هذا من أنت هذا الريح هو لأهوابك من على رأس الحكومة إلى الشارع وهو الذي سيأخذك من بين أحضان أولادك إلى زنة زن الحراج إلى مزملة التاريخ أنت وامثالك من أسباح سياسي نعم ظن أحمد أو يحيا أن الشعب راضخ للسلطة ولا يمكن أن يتحرك أبدا وأن أحمد أو يحيا وعصابات جماعة بوتفليقة استطاعت أن تضعى في دوليب الدولة كل من لا يمكن أو لا يمكن أن يتمرد عليهم اشتركوا في القناة